يقولون المغزى الذي تصريفها بطي نعم صحيح بطي بس مش شو لها الاستجال؟ مش شو له؟ عموما هذي لي التصريف فيه كتل أو صاخ شو نبصلة ثالحي مالي لا تحسس وتلمس تحسسوا وتلمسوا في الحالات ذي ونفك اللي هذا يجاب سطل زي هذا ايه عشان نفك اللي ونخليه يصرف هنا لا لقيت لي دربة اسهل يعني ها نوعا ما ايه تشوفوا معي انتم عملوني مقدر يفك هذي هنا نشوف ايه هذا هو نفكه واطرف هذا اكنا معطه ونحطه فاسطين تطلع الكتل الى او صاخ يتم فكه يدويا ما يحتاج اي شيء يسوه ها؟ أجلنا ونتجي بسباك خلاص صرفتني في هلا يجو هالسطيل زي الباقي ذي بس لازم نفك هذي برم ما يبغى لها لا ما فك ولا شيء برم ونجد كتل او صاخ بالداخل يتم التنظيف والتطبيق ثم نركب كل شيء من جديد اهم شيء اللي ما تشوفونه وتتركبونه تحسسوا وتلمسوا انحلت المشكلة كل شي انساسوه كل شي فاتني بالهمساس وتحسس شكرا شكرا شكرا